الله هو الذي إذا جرحك البشر رفعت رأسك إليه وإذا أغلقت أبواب البشر في وجهك اتجهت إليه الله تعالى أنيس القلوب المجروحة وملاذ الأرواح المكروبة وفرج الهموم المتلاطمة هو رجاء كل خائف وهو أمل كل مؤمن الله تبارك وتعالى الذي ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا من أجل أن يسمع دعائك يسمع استغفارك يسمع تبتلك الله تبارك وتعالى هو الكريم الذي إذا رفعت يديك إليه يستحي أن يردك خائفا الله تبارك وتعالى هو الحليم الله أكبر كم يحلم الله علينا كم ليلة نمنا ونحن منهمكون في المعاصي ويرانا ويعلم بحالنا ولا تخفى عليه الخوافي كلنا مكشوفون قالها الله لنا قل تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير هذا هو الله جل جلاله ومع ذلك يحلم علينا ولا يؤاخذنا بذنوبنا ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه كم على وجه الأرض الآن من إنسان يدعي أن لله ولد ومع ذلك لا يؤاخذهم ويحلم عليهم كم على وجه الأرض من إنسان يشرك بالله كم خرج من أبناء جلتنا الآن من ينكر وجود الله ومع ذلك الله حليم بخلقه ولا يؤاخذهم ومجرد أن تتوب يتحرك قلبك فتتوب يفرح بك أشد من فرحة ذلك الذي كاد أن يهلك في الصحراء ثم وجد دابته فرحان فيك ليه هل ستزيد في ملكه شيء هل ستنفعه شيء هل ستمره شيء يا أخي ملك السماوات جزء من ملكه فيها ملائكة يقول عنها النبي صلى الله عليه وسلم ما موضع شبر في السماء إلا وفيه ملك ساجد لله أوراكه كل هؤلاء عبيده فلا تظن أن عبادتك تنفعه إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلا ومع ذلك مجرد ما أن تتوب يفرح ثم يأمر الملائكة أن تبدل سيئاتك حسنات ثم يرفع قدرك ويشرح صدرك ويحبك جل جلاله هذا هو الله إن سألت عن ستره فكم يسترنا ربنا ما رأيكم لو أن الذنوبنا لها روائح والله ما يطيق أحد يرسمه لكنه يسترنا وكلكم يعرف قصة ذلك الرجل من بني إسرائيل الذي خرج موسى ومعه أربعون ألف مقاتل ذهبوا إلى القتال فلما كانوا في أرض المعركة قل عنهم الماء فقالوا يا موسى أدعو الله أن يغيثنا فوقف موسى يستسقي يا رب أغثنا فقال الله له يا موسى إن في جيشك رجل يحارمني بالمعاصي من أربعين سنة وما دام هذا فيكم لن ينزل البطر أخرجه وينزل البطر قال كيف أخرجه كيف أجده بين هذه الآلاف قال أنت ناده ونحن سنقذه في قلبه أنه المقصود لماذا لأن الله يعرف والله تعالى يعلم به ولكن يريد الله أن يعلمنا ستره ورحمته فيقوم موسى ينادي فيعلم هذا الرجل أنه هو المقصود فيدخل وجهه في ثوبه لا يراه إلا الله ولا يسمعه إلا الله ويقول يا رب إذا أنا خرجت فضيحة أفتضح بين الناس وإذا أنا بقيت لا ينزل المطر يا ربي اللهم إنها توبتي فاقبل توبتي يا ربي ويتوب توبة الصادق وربنا يعلم من هو الصادق في توبته من الكاذب لأنه يعلم ما في قلبك ثم بعد ذلك يأتي السحاب من هنا ومن هنا ومن هنا وقليل وإذا بالأمطار تنزل والناس تشرب فيقول موسى يا ربي نزل المطر وما خرج العاصي فيقول بذنبه منعتم المطر وبسبب توبته جاءكم المطر يا ربي دلني على هذا العاصي الذي كذنا عن نهلك بسببه وأنقذتنا بسببه قال يا موسى سترته أربعين سنة وهو يعصيني أفأفضحه بعد أن تاب إليه يا الله ما أعظم الله وما أعظم جهلنا بالله الله تبارك وتعالى الذي رحمته وسعت كل شيء تم على وجه الأرض من أمه كل رحمات الأمهات ورحمات لنحن الرجال ورحمات الطير والحيوان وغيرها اجمعها كلها لا تعادل إلا رحمة واحدة من رحمات الله المئة لأن عنده مئة رحمة أنزل واحدة وزعها بين الخلق وأبقى تسعا وتسعين ليرحمنا بها جل جل أبعد هذا يبحث عنا في المواطن التي يحبها الله فلا يجدنا أين الحياة من الله يا أخوة؟ كلنا عندنا أخطاء وعندنا تقسير لكن عندنا حظ عظيم أننا نتعامل مع رب الرحيم يقول الله يا عبادي كلكم ظال إلا من هديته إلا من هديته فاستهدوني اطلبوا الهداية اطلب الهداية ما هو تقول ربك غفور الرحيم وتنهك بالذنوب لا اطلب الهداية فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني اطلبوا الطعام اطعمكم ما يأتيك الرزق وانت نائم في بيتك لابد أن تتعب فكذلك الهداية لابد أن تتعب من أجلها يا عبادي كلكم عار إلا من كسوتوا فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ظري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه خلاص جاءك النذير أرسل الرسل أنزل الكتب فتح أبواب التوبة كل جمعة تذهب إلى بيتي لتصلي وتسمع الخطيب فحرق قلبك اقبل على ربك هل تريد أن تعرف أنت تحب الله أو لا تريد أن تعرف أنا أعطيك الجوة إذا كنت تريد أن تعرف هل أنت تحب الله أو لا أنا أسألك أوامره ونواهيه في حياتك هل أنت تعظمها ما رأيك لنا وقولك أني والله أني أحبك لكني ما أسمع كلامك هذا حب هذا ليس حب هذا عبث إن كنت تحب اسمع كلام الذي تحبه ولذلك لما جاء الصحابة إلى رسول الله وقالوا نحب الله أنزل الله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فلذلك كل واحد مننا يجب أن يفتش في حياتي أحب فتش في كلامك فتش في علاقاتك فتش في أموالك فتش في بيتك فتش في كل أحوالك إن كانت كما يحب الله أنت والله من من يحب الله وإن كانت على غير ما يحب الله انتبه وارجع ما زال في العمر فرصة الله وعد العصاه عندما قال الله قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله تراه هنا ينادي المشرك ينادي العاق ينادي المرابي ينادي الزاني ينادي الساحب ينادي كل المخلوقين كلهم بأي مهما كانت معاصية لا تقنط من رحمة بس ما هو التوبة بعد الموت التوبة قبل الموت التوبة قبل الموت ولذلك الله سبحانه وتعالى قال عن الذين مثلي ومثلك قال وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم هذول ما تعترفوا اعترفوا في الدنيا ما زالت أرواحهم في أجسادهم فلذلك يغفر الله لهم لكن يوم القيامة لما يدخل أهل النار تأتي الملائكة إلى أهل النار فيقولون لهم ألم يأتكم نذير ما جاءكم رسول وأنزلت كتب ما جاءكم أحد ينبهكم ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاء أنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم من الله في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذبهم اعترفوا الآن صح أو لا لكن ماذا قال الله لهم قال فسحقا لأصحاب السعير لماذا؟ لأن الاعتراف لا ينفعك إلا ما دمت حي أما بعد الموت ما في عمل فيا أحبتي متى سنموت هل أحد ضامن ويعيش عشرين سنة قد البدار البدار ربنا كريم ربنا رحيم ربنا لطيف القرب منه أسعادة وحبه أنس وفوز والله ما خاب عبد يتعلق بربه الله هو الذي يشرح صدرك الله هو الذي يرزقك الله هو الذي يشفيك الله هو الذي يصلح أولادك الله هو الذي يبارك في عمرك الله هو الذي يحييك الحياة الطيبة الله سبحانه وتعالى قال لي ولك أن كل إنسان يرجع إلى الله سوف يحييه الحياة الطيبة ألا تريد الحياة الطيبة فنقبل على ربنا وأبشروا بالخير أسأل الله أن يجعلنا من أحبابه وأن يجعلنا من أوليائه وأن يعيننا على طاعته ومرضاته أقولوا ما تسمعونه وأستغفروا الله لي ولكم فاستغفروه إنه غفور رحيم لا تنسى مشاركة الفيديو حتى يستفيد كل مسلم مع قناة أعرف دينك شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر